تحركات عسكرية جديدة من شأنها إدخال محافظة ذمار في خط معارك التحرير من قبضة قوات الميليشيا وحليفها المخلوع صالح هنا وعلى أرض محافظة مأرب تخرجت الدفعة الأولى من قوات اللواء 203 والذي يضم أفرادا من أبناء محافظة ذمار بهدف المشاركة في عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة من الميليشيا ويضع المتخرجون في هذا المكان بصمتهم الأخيرة في التدريب لخوض معركة تحرير محافظة ذمار الرازحة تحت سلطة الميليشيا ويتزامن هذا مع إعلان المجلس العسكري لمحافظة ذمار والذي سيبدأ مهامه من محافظة مأرب كخطوة أولى في هذه المعركة التي لم يحدد موعد انطلاقها حافل التخرج حضرته قيادة رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني وقيادة في قوات التحالف بعد أن أشرفوا على عمليات التدريب منذ مراحلها الأولى وحتى المرحلة النهائية تنفيذا للتوجيهات العليا للتشكيل وحدات عسكرية ضمن الجيش الوطني لمشاركة في تحرير محافظة ذمار التجهيزات العسكرية للكتائب التي تخرجت مؤخرا في مأرب تعد خطوة جديدة ضمن التكتيك العسكري الهدف إلى تحرير كافة المحافظات وخاصة المتاخمة للعاصمة صنعاء